داريو أوراتوريانت أهلا بك في الجزائر بداية أنا متشرفون جدا بهذه الدعواتيلي ولي شخصين أخرين تعدر حضور على أحدهما بسبب كورويد ولكنني رفقة السفير ماصولا سعيدين للغاية بتواجدنا هنا بتعزيز التعاون العلمي وكذلك المشاركة في إحياء الذكر الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وكوبا شرف كبير لنا أن نكون هنا تجربتك المهنية تمتد على مدى سنين طويلة تعرفت من خلالها على عدد مهم من الشخصية الجزائرية والكوبية حتى أنكم ألفتم كتابا حول أيام الكبيرة الجي بالجزائر ينضاف إلى القائمة الكبيرة من الكتب التي خلدت مآثر الثورتين الكوبية والجزائرية التي تنسى التعاون التعاون بين الجزائرين والكوبية نعم، الجزائرية الكوبية تدخل في سنة 1959 والجزائرية في سنة 1962 ومنذ ذلك وعلاقة الصدقة بيننا مستمرة وكوبا تعد البلد الأمريكي اللاتيني الأول الذي اعترف بكفاح الشعب الجزائري من أجل حريته ساعدنا جبهة التحرير الوطني عسكريا أذكر أننا أرسلنا عتادا إلى تونس حيث كان يتواجد الرئيس المؤقت بن يوسف بن خدا ونفس الباخرة عادت ب78 شابا جزائريا من معطوبي الحرب ومرضى آخرين كانوا بحاجة إلى الرعاية الطبية في سنة 1962 الرئيس بمبلا سافر إلى نيويورك لترسيم عضوية الجزائري في هيئة الأمم المتحدة ورغم امتعاض الرئيس كينيدي من فكرة تنقل بن بلا إلى كوبا غير أنه حط بكوبا لأن الأمر بالنسبة له كان أخلاقيا وكان ذلك في عز أزمة الصواريخ ورئيس بن بلا جاء إلى كوبا بوفد هام ووقتها وقعنا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدين عبر بيان رسمية أتوقعوا أن هذا الحلف الجزائريا الكوبية أزعج كثيرين على الساحة الدولية خاصة ما تعلق بالدفاع عن الشعوب المسلوبة وحق تقرير المصير لسا كذلك نعم فعلا كنا في قلب الإعصار لمرات عديدة وتم وضعنا في مواقف حساسة للغاية وأبدا لم تتخلى عن الجزائر كل سنة كانت تصويت الجزائر ضد الحصار الأمريكي الجزائر صندت كوبا دائما بصوتها ضد القرارات التي تضربنا على مستوى الأمم المتحدة ومن جانبها كوبا كانت تصويت لصالح الجزائر الكثير من الخبراء الأمميين يصفون الدبلوماسية الجزائرية والكوبية بواحدة من أحسن الدبلوماسية في العالم لماذا حسب رأيك؟ أظن أنه بفعل أعدائنا الذين مفتئوا يهاجموننا ونحن من جهاتنا بحفنا في سبول الدفاع عن أنفسنا ولذلك فنحن نشطون جدا على الساحة الدولية بالعودة إلى ستينيات الاستقلال وحضوركم بالجزائر ما هي القيم التي روشت لها بقوة في أبحاثك الخاصة ببلدنا؟ جاءتوا إلى الجزائر في جانبي سنة 1963 لإفتتاح السفارة هوري سيجيرا ريبري كان أول سفير لكوبا بالجزائر وكنت أنا ضمن الوفد المرافق له لإفتتاح السفارة لإفتاح السفارة والإفتاح السفارة في الأرض ما هي تشعور بعد عودتك بعد ستينيسان؟ هناك فرائل الكثير من شعور لإفتاح سيجيرا أحاسي سوكثيرا وأميقا العودت إلى الجزائر كل شيئين تغيير في العمران اليوم أنا لا أعرف الجزائر صرنا فندق الجزائر مقر صفارتنا السابق كان بحي الغولف عملنا جولة في باقي الأحياء لمحاولة التعرف على العاصمة وأتوق للعودة إلى ميناء الجميل المدرق وسيد فرج وكل المناطق التي لنا بها ذكريات كثيرة حضرة أيضا والأميرالية لم تولدي وقتها صحيح ترين إذن أن الذكريات كثيرة بعد ستين سنة من استقلال الجزائر كيف نقرأ مبادئ ثورة نوفمبر على المعطيات الدولية الحالية الجزائر بلد مكافح دائما في الصفوف الأولى مثلنا تماما ثم تتنسيق كبير بين الجزائر وكوبا ليس فقط على مستوى الأمم المتحدة بنيويورك أو جناف بل في مختلف سفاراتنا في دول العالم وبين السفراء في ختم لقائنا ما هي رسالتك للجزائريين أستطيع القول أن الجزائر تسير في المصاري الصحيحة وهي بلد تحكم في طريقة تطوره وأظن كذلك أن القادم أفضل بفضل قوة الثورة الجزائرية وقوة شعبها وقوة حكومتها أيضا ونحن نشجع دائما الموقف الجزائري هذا واجبي أذكر فقط أن في داكا ستروزار الجزائر أكثر من ست مرات وشيكيفارا كذلك وخلال الستين سنتنا الماضية تم تبادل الزيارات بقوة بين الوفدين الجزائري وكوبية ومنذ شهرين تقريبا حل عندنا سفير الجزائري الجديد لدى كوبا وقدم أوراق اعتماده هل يترك بقوة بين الهدفين؟ هل يترك بقوة بين الهدفين؟ ومنذ شكرا 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 جزيلا